اشتركوا في القناة ويبحث منتخبنا عن تسجيل نتيجة نيجابية في افتتاح مشوار الدور الثالث من التصفية الأسيوية المؤهلة لكاس العالم في المباراة التي ستقام في الخامس من شهر سبتمبر الجاري على أستاذ روبينة بولاية كوينزلاند الأسترالية قبل العودة لمواجهة اليابان على أستاذ البحر الوطني في العاشر من الشهر ذاته المباراة مهمة جداً دايماً البدايات هي الأهم نعم استراليا فريق ومنتخب قوي جداً لكن بعد نحن إن شاء الله ما بنكون الخاص مسهل البداية القوية هي اللي بتعطيك دافع للمباراة الثانية ما نبي نخربط حساباتنا من البداية يعني هدفنا الفوز والفوز والفوز وهذه اللي نحن قاعد نقولها حق اللاعبين ونزرعب نفسياتهم هما عندهم الثقاء واللعبين كلهم ضد أستراليا من قبل المباراة مهمة يعني هي المباراة الأولى الافتتاحية خلا نقولها هي الانطلاقة إن شاء الله نطمح حق نتيجة إيجابية وإن شاء الله نكون قدها ونرجع ثقات الجمهور ونرجع ثقاتنا في بعضنا كفريق وتكون انطلاقة نقدر نبنى عليها اشتركوا في القناة